بملامح بريئة يرتسمها الخوف والحزن هكذا بدت تلاميذ الذين فقدوا أصدقاءهم غرقاً بشاطئ الصابلات هذا وقد تنقلت لجنة وزارية إلى مدرسة محمد محمد بعين بوسيف للوقوف على مدى التكفل النفسي بالتلاميذ إثر الفاجعة الأليمة التي شهدتها المدرسة بفقدان خمسة من أبنائها رحمهم الله وتم تسخير كوادر طبية ومختصين نفسانيين لمرافقة التلاميذ وتأهيلهم نفسياً لا سيماً مع تزامن الحدث وامتحان تقييم المكتسبات